نشوف مع بعض بعض اخبارنا النهاردة خبر متعلق بوزارة الثقافة والوزير احمد هنو اللي تفقد من كم يوم مشروع واحد الثقافة في مدينة 6 اكتوبر ده هيتم الانتهاء منه ومن كل الاعمال الخاصة فيه فاقرب وقت ممكن واستغلال المساحات الخارجية بحيث يكون فيه فعليات متنوعة برضو هيكون فيه مصرح غرف للفنانين صالة للتدريبات حسب توجيهات طبعا وزير الثقافة احمد هنو ما اشار اليها نتمنى ان شاء الله طبعا ان مشروع واحد الثقافة يكون واحد من ضمن المشروعات المهمة جدا والوزارة عموما ووزارة الثقافة والدولة حريصا نعمل ده في كل المدن الجديدة كمان يا علاج ان شاء بالتأكيد ومشروع واحد الثقافة اتبع لدار الأوبرا المصرية مقام على مساحة 26 ألف متر مربع بضم مبنى إداري وقاعات تدريب وقاعات عرض ومخازن ومسرح بيتسع لأكتر من 1200 مشاهد وكمان مجموعة من المباني لخدمة العروض الفنية والورش وساحات انتظار سيارات وساحة خارجية والبناء تم على نسبة كبيرة من الأرض واستغلال الباقي كحضائق ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة مشروع واحد الثقافة هيكون زي ملتقى متكامل للثقافة والفنون زي أكاديمية الفنون المصرية بالعاصمة الإيطالية روما يعني على غرارها كده هيكون مبنى يعني مميز جدا وبالتأكيد بعد ما يبدأ بقى العمل فيه هيكون فيه فعليات ثقافية كتير مختلفة هنتبعها معاكم أكيد إن شاء الله حتى من التفاصيل الخاصة بالمبنى هو المبنى تم تصميمه على طراز حديث بيتميز مثلا الموقع الخاص فيه نواف قلب 6 أكتوبر بيتوسط الأحياء السكنية ومنطقة الجامعات المبنى فيه مصرح مكشوف ضخم بيتسع لأكتر من 1200 مشاهد طبعا ممكن إنه يستخدم كمان كقاعة للعرض السينمائي الصيفي وقاعات للفنون التشكيلية مدحف مفتوح ممكن إنه برضو نستخدمه فيه قاعات للتدريب ومكتبة موسيقية وساكن للمختربين لأصحاب المشاريع طبعا اللي ممكن يكونوا موجودين اللي المشاريع والمنح الثقافية وغيرها من الأماكن اللي ممكن إنه يتم توظيف المصرح بخصوصها كمان فيه منطقة للخدمات للجمهور لأن فيه كافيتريات فيه ساحات لانتظار السيارات ممكن تستوعب أكتر من ألف عربية وعيادات طبية ممرات خاصة لذوي الإعاقة برضو متوفرة هناك إذن المبنى معمول بالتصميم والأكواد اللي بتناسب الجميع بالتأكيد اشتركوا في القناة